فكرة إن أنا أدحك حد دي بتكون صعبة شوية يعني باختلاف الأزواء وباختلاف الناس إن أنت تعرف تدحك حد وتقوله اللي يدحك فدي بتكون حاجة صعبة هي الناس بتشوف مواقف كتير وبتشوف حاجات كتير ففكرة بقى إن إحنا نلاقي الموقف اللي نقدر نبالغ فيه شوية أو نقدر نخليه بشكل متبروز شوية فندحك الناس دي بتكون حاجة صعبة دي ملاحظة حلوة قوي 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 مش أي حد يبقى فرسير يعني عندنا ناس زي الأخ اللي هناك ده أحمد باسين فرسير وأخي ببالك إزاي ممكن بيعمل كوميديا لواحده مش بتطلعها من الموقف أو مش عارف إيه براحته يعمل اللي هو عاوزه لإنه كوميديان لكن مش أي حد يبقى فرسير ممكن تبقى كوميديا لايت أنا أحب الكوميديا لايت وحب الكوميديا اللي بتطلع من الموقف حلو لإن دي فعلا اللي بتلمس الناس دي لما أنا شوفها أقول آه ده كان حاصل فعلا وأبدأ أضحك عليها وأبدأ أتخيل وأفتكر حاجات وأتعاطف مع المشهد فبالتالي أضحك حلو هنا بتكون الصعوبة بقى أنا بس إحنا دلوقتي عايزين نتكلم إزاي ما نبقاش سخفة إزاي ما بقاش دم تقيل وأنا بعمل مش أكون أنا مش كوميديان يعني أنا ومش معروف عنك مثلا كمصطفى أنك راجل كوميديان لكن بتعمل لايت كوميدي لو اطلب منك أنت ممثل لو اطلب منك في أي وقت إنك تعمل لايت كوميدي هتعمل لايت كوميدي إزاي بقى تخلي لايت كوميدي دم بقاش سخافة ما يبقاش إيه يعني تبقى تقيل أو عرف أنت فيه ناس بتوصل فيه سنس كده في الموضوع نبعد بقى عن الأفورة الحاجات اللي بتكون أوفر أوي والحاجات الكاركتورات اللي بتكون فقعة أوي الحاجات دي أوقات بتوصل لحطة السخافة إن الناس ما تكونش مستسهلاها أو ما تكونش حباها فطول ما إحنا بعيدة عندهم نعمل حاجات وقعية جدا بس فيها سنة كوميديا كاد بتكون أحسن لكن الأفورة الكتير أنا عنا بس مش بحبها حلو أنا بس أنا في المشهد ده إحنا عايزين بس يعني الطبيعي زي ما إحنا كنا بنتكلم الطبيعي الطبيعي إنك تشرب كوباية العصير عادي كده عادي جدا يعني تشرب كوباية العصير كده فاهمني إزاي؟ لكن اللي مش طبيعي أو اللي يجيب شوية كوميديا إنت فاهمني إزاي اللي هو مبالغة إنت بتقول ما إحبش مبالغة لكني نعزم الكوميديا فيها سنة مبالغة مش مبالغة اللي هي يعني إنت فاهمني إزاي مش اللي هو لا بس فيها سنة مبالغة كده اللي هو مش منطقي يعني فيه حاجة مش منطقية زي المشهد زي ما إحنا شفنا بصينا كده على المشهد مش منطقي اللي إنت دخل تقول للأب إنت فاهمني إزاي تجاهل ولا بتاع ده مش منطقي هو ده اللي بيطلع الكوميديا اللي هو الشيء غير منطقي شوية في الحدث بتاعكم ما هي دي المبالغة الشوية أو البروزة الشوية اللي بقول لحدك عليها بعيداً بقى عن الحاجات الفقعة أو دي ساعتها الكوميديا بتكون لطيفة إن احنا مبالغ في الحاجة بالشكل اللطيف بالشكل الناس تحب والناس تحس صحيح أحسنت مصطفى وأنا طبعاً شايف من خارج حروفك ما شاء الله رقوة أقل بالله زي الفل صوتك كويس ما عندكش مشكلة في الصوت أو في الجهاز الصوتي بتاعك اللي هو الحمجرة والأحبال الصوتية والجهاز الصوتي كامل ما عندكش مشكلة بس أكيد محتاج تدريب لازم أي ممثل تعارف ده طبعاً أي ممثل لازم الممارسة والتدريب حتى لو هتتضرب وقت بسيط تضرب صوتك تضرب وشك تضرب نفسك يبقى فيه تنفس يبقى فيه تاخد راحتك كده فيمن ازاي؟ فيه ناس بتدخل متوترة وأنت أول مرة توافق قدام كاميرا أول مرة لكن ما شاء الله رقوة تقل بالله أنا أحسس أن أنت مش أول مرة ولا حاجة أنت واخد على الوضع بس أنت وقفت مصرح آه كتير أنت وقفت على المصرح آه كتير باين لأن اللي بيقف على المصرح بيبقى عنده الجرقة أنه